هل الحضور اللافت للرئيس السابق دونالد ترامب في حملات المرشحين الجمهوريين أم الاقتتال الداخلي بين أعضاء الحزب هو ما أفشل خطة اكتساح المد الأحمر لصناديق اقتراع الكونغرس هزيمة تسببت بإحباط الجمهوريين من نتائج الانتخابات النصفية فعند الحديث عن أبرز الخاسرين في مجلس الشيوخ رغم دعم ترامب لهم آدم لاكسالت عن ولاية نيفادا وبليك ماسترز عن ولاية أريزونا ومحمد أوز عن ولاية بنسلفينيا حتى مقاعد مجلس النواب لم تسلم من الفشل رغم الاقتراب من حصد الأغلبية فالنتيجة لم تكن كاسحة تلك النتائج المخيبة لآمال الجمهوريين فتحت الباب للتساؤل حول مستقبل الرئيس السابق ترامب السياسي ومواقف أعضاء حزبه المتضاربة من وجوده على الساحة السياسية ولعبه أدوارا مستقبلية كانت نتائج الانتخابات النصفية أكبر مؤشرين على أن ترامب لا ينبغي أن يكون المرشح الجمهوري عام 2024 كثير من الناس يريدون دفن ترامب وإرثه في قبر لكنه ما زال فوق الأرض ولديه كثير من النفوذ السياسي بين الناخبين داخل الحزب هناك أيضا مخاوف من دخول الحزب الجمهوري في دوامة الفوضى الداخلية فقبل أشهر من الانتخابات النصفية هاجم زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ السناتور ميتش ماكونيل اختيارات ترامب لعدد من المرشحين ودعمهم في السباقات التمهيدية للحزب لكن مكونيل نفسه تعرض للانتقاد من قبل بليك ماسترز الخاسر في سباق أريزونا والذي اتهم مكونيل بأنه السبب في خسارته بعد أن وجه أموال الحزب لدعم مرشحة جمهورية في ألاسكا ضد مرشحة جمهورية أخرى في إطار الصراع الداخلية في الحزب بينما يتناحر الجمهوريون فيما بينهم صعد اسم الجمهوري رون دي سانتس الذي فاز بمنصب حاكم فلوريدا كأحد أشد منافسي الرئيس ترامب وصاحب الحظوظ الأكبر حسب التوقعات بأن يسعى لخوض انتخابات الرئاسة عام 2024 اشتركوا في القناة